اهلا بكم مجددا أصدر الكرسي الرسولي في حاضرة الفاتيكان بيانا أعلن فيه أن قداسة البابا فرانسيس قبل استقالة البطريارك غريغوريوس الثالث لحام والأخير قال في بيان له أن الدفع وراء الاستقالة هو الحفاظ على كرامة الكنائس والتقاليد الشرقية فيما تشير المعلومات إلى أن قداسة البابا دفعه للاستقالة بعد انتشار ملفات فساد وتورط مع النظام المزيد في تقرير هانس باعي منذ بداية الثورة السورية كان الخطاب المسيحي ضبابيا متخوفا من تطور الأحداث إذ سعى إعلام النظام وأجهزته الأمنية إلى ضخ سيل كبير من المعلومات وتلفيق عشرات القصص التي تدور حول فكرة واحدة وهي أن المدى الثوري الذي اشتاح البلاد سيقضي على كافة الأقليات في سوريا إلا أن الظاهرة الأسوأ التي وجدت في سوريا هي تحول المناصب الدينية الرفيعة إلى منابر تحيي النظام صباح مساء وتمجد في ملكوت إنسانيته متعامية عن كم الجرائم المرتكبة بحق كافة السوريين ومنهم بطرياركو أنطاكيا وسائر المشرق غريغوريوس الثالث لحام الرجل الذي يحمل هذه المهام قبل على نفسه أن يكون مطية لمخابرات النظام يأتمر بأمرها ولا يستطيع الخروج عن النص المكتوب له في سائر جولاته الإقليمية والدولية مدفوعا بحسب وجهة نظره بالسعي إلى تحييد المسيحيين السوريين عن نار الحرب المندلعة منذ سنوات ولكنه فشلا في الحفاظ على مؤسسته الدينية من جملة عريضة من الاتهامات انتهت به إلى تقديم الاستقال إلى البابا فرانسيس ولكن الحقيقة تقول إن قداسة البابا بنفسه طلبها منه عند زيارته الأخيرة لمصر يقول المحامي إدوار حشوة إن دور البطريارك الكاثوليكي اللحام كان كبيرا في دوريط المسيحيين في النزاع السوري حيث فشل في إيصال سورة للأوروبيين تقول إن النظام هو من يحمي المسيحيين في سوريا بالمقابل نجح معارضه في إيصال صوتهم إلى الفاتيكان الذي وجد حكمة في صرفه وكما عبر إدوار حشوة فإن هذه الطريقة أفضل من أن يقال أنه تمت إقالته وفي تفاصيل أخرى أفادت مصادر خاصة بوجود شبهات لفساد مالي طال البطريارك وكلها أمورا ارتأت من خلالها الكنيسة الكاثوليكية إلى اتخاذ هذه الإجراءات يقول متابعون إن النظام نجح في تحويل عدد كبير من الزعامات الدينية في البلاد إلى خدمته في دوائر مخابراته جاعلا منهم آلة طيعة تصدح بما يريد ولكنه فشل في حماية أسمائهم ومناصبهم فأصبحوا مادة سهلة التعقب لن تفيده إلا أن تكون بوقا آخر اختارا لاستفافة إلى جانبه وللحديث ينضم إلينا سيد جورج صبرى عضو الهيئة العليا للمفاوضات معنا من إسطنبول أهلا بك سيد جورج أكبر مدافع عن النظام على منابر الكنائس وهذا البطريارك لحام اليوم يقدم استقالته ويقول بأنه هو من طلب الاستقالة ماذا يجري بالتحديد؟ حقيقة للإنصاف يجب أن نقول أنه ليس البطريارك لحام وحيد في هذا المجال هناك العديد من أسماء المطارنة والبطاركة أذكر منهم المطران لوقا الخوري الذي أرسلته المخابرات السورية في مهام لها باتجاه كندا والولايات المتحدة لكن ما يتعلق بالبطريارك لحام تأخذ بعدا آخر لأن البطريارك لحام هو من مدينة دارية وكما هو معروف مدينة دارية قلعة من قلاع الثورة ومربض من مربضها منذ الأيام الأولى وكانت مسرح للعمليات السياسية لنبل الثورة الذي أظهره غياث مطر هذا الاسم ابن المدينة الذي يعرفه البطريارك لحام وهو أيقونة من أيقونات الثورة ويعرف أن طائفته المسيحية في دارية عندما كانت تمر جنازات الشهداء من أمام الكنائس كانت الكنائس تقرع أجراسها حزنا على هؤلاء الضحايا كان المسيحيون في دارية يرشون الأرز والورود على الشهداء لكن للأسف لم يكن رأس الكنيسة ليقوم بالدور الموازي لدور المسيحيين الذين كانوا عبر التاريخ جزء من أبناء وطنهم حقيقة هناك تورط كبير جدا وكنا نقول لهم لا نريد منكم أن تكونوا في المعارضة لكن أن تبقوا مسيحيين ماذا يعني من رأس الكنيسة المسيحية عندما يرى ما يفعله النظام بأبناء شعبه بإخوته بجرانه ويبقى صامتا بل أكثر من ذلك يبارك النظام في هذا الفعل يعني هل تمكن النظام من طورية البطريارك بجرائمه وجعله شريك في هذه الجريمة؟ دون شك النظام اخترق المؤسسات الدينية المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية ونعطي مثال على ذلك مفتي الجمهورية كذلك العديد من المطارين والبطاركة وواحد منهم البطريارك لحام وإلا ما معنى أن نرى في كل فرع من فروع المخابرات السورية هنا قسم اسمه قسم الأديان ما الذي يفعله قسم الأديان؟ إنه يجند رجال الدين من كل الطوائف من كل المذاهب من كل الأديان لخدمته ومن أجل اختراق المجتمع السوري اسمحي لي أن أذكر حادثة بسيطة نعم تفضل عندما استفحلت دور رجال الدين المسيحي السلبي في ذلك وأثر علينا نحن نشطاء المعارضة الذين كنا نجتهي أن نرى الثورة وقد أتت الثورة والتضحيات كل يوم قلنا يجب أن نتواصل مع رجال الكنيسة وقد تواصل وكان هناك عبر وسيط لبناني لأن كنائسنا في سوريا أيضا لها رعيتها في لبنان وعبر جمعية سانتي جديو في الفاتيكان واتفقنا على لقاء مع البطريارك لحام في الفاتيكان حدد الموعد والمكان لكن للأسف في اللحظات الأخيرة لم يجرؤ البطريارك لحام أن يلتقي بأبناء رعيته لأنه خائف من النظام أو أنه تشاور مع النظام ومنعه النظام من فعل ذلك كنا نريد فعلا أن نظهر وجه الكنيسة الوطني التاريخي الذي أغمطه هؤلاء الذين يحتلون الكراسي هذه الأيام يذكر الجميع أن البطريارك غيرغوريوس حداد عام 1920 رفض استقبال غورو الجنرال غورو بعد أن مر بميسلون وقتل الشهيد يوسف العظم رفض البطريارك غيرغوريوس حداد أن يستقبله هذه هي الكنيسة المشرقية الوطنية التي كانت بيتا لجميع السوريين سيد جورج ما سبب قبول قداسة البابا لطلب الاستقالة علما أن هذه الطلبات تأخذ وقت طويل لدراستها ببساطة لأنه لاحظ بأم العين أن نهج الكنيسة الكاثوليكية ورأسها البطريارك الحام في سوريا يختلف عن نهج الكنيسة الكاثوليكية في مقرها البابوي في روما وإلا كيف يمكن أن نفسر أن البابا يتبرع بمئة ألف دولار لإغاثة السوريين اللاجئين في مخيمات لجوء ونجد ظاهرة مثل هذه يقوم بها البطريارك الحام والكنيسة الكاثوليكية في سوريا من أجل أبنائها من أجل أهلها دارية صمدت ست سنوات كاملة لاقت من العنف ما تلين له الجبال لم يكن يسمع السيد البطريارك بمدينته وما يجري فيها كذلك وصلت إلى البابا أصوات أبناء الطائفة من مختلف الجهات أن هذا الوضع لا يرضينا المسيحيون في سوريا ليسوا لاجئين ليسوا جالية غريبة هم أبناء البلد تاريخيا ومن بناتها وكانوا كتفا لكتف مع المسلمين عبر التاريخ جميعا تأتي الآن قيادة كنسية لتفرزهم وتضعهم على أبواب السفارات من أجل اللجوء لذلك نحن نحترم قرار البابا نؤيده فعلا لأنه بالفعل يعمل على بقاء المسيحيين في بيوتهم وعلى علاقتهم الأخوية الدائمة منذ 15 قرنا مع أهلهم المسلمين نعم سيد جورج يعني إضافة لكل ما ذكرت هناك تهم كبيرة بالفساد مقدمة ضد البطريارك الحام تطول جدا ابتداء من تغيير جنح الذي ينام فيه بمبالغ هائلة ولا تتغير عندها حد يعني أين استخدم البطريارك هذه الأموال وهل دعم بها النظام بشكل مباشر يعني مؤسف ومؤلم أن يجري الحديث بهذا الشكل مؤلم لكل وطن سوري ولنا نحن المسيحيين مؤلم أكثر لكننا لا نستطيع أن نستغرب ذلك في إحدى الحوارات مع رجال الكنيسة وهو المطران يحن ابراهيم الذي اختطف منذ أكثر من ثلاث سنوات عاده الله علينا في خير قلت له مازحا سيدنا هل تعلم أن المخابرات اخترقت الكنيسة وعدد من القساوس والمطارنة عندكم عملاء للنظام قال نعم يقبضون من عنا ويقبضون من الطرف الآخر هذا باعتراف أحد وجوه الكنيسة إذن لا أستغرب أبدا الحديث عن فساد لأن يد النظام لم تدخل إلى مكان إلا أفسدته لكن بالفعل يملأنا العجب والغرابة أن تصل هذه اليد الفاسدة يد النظام إلى الكنيسة المسيحية حيث يوجد اسم المسيح واسم العذراء وهذا يتناقض كليا مع كل ما فعله النظام مع كل ما اغتصبه النظام لكن للأسف هذا جزء من الوقائع شكرا جزيلا لك سيد جورج صبرة عضو الهيئة العليا للمفاوضات كنت معنا من اسطنبول